لم يهدأ الحراك الدبلوماسي في منطقة الخليج منذ اندلاع الأزمة مع قطر بداية هذا الشهر لكن خطاب الرئيس الأمريكي ليلة أمس جاء لينهي الجدل ويرسم حدود الحوار الممكن مع الدوحة إذ لم يعد هناك وقت للمفاوضات أو الحدود الوسط لأن الأوضاع في حد ذاتها لم تتأزم إلا بعد استنفاذ كل فرص الدبلوماسية الهادئة ولهذا لا يبدو منطقيا وفقا لخبراء الشأن الخليجي أي خيار يعيد عقارب ساعة الوراء ويكتفي بإعادة المشكلة إلى نقطة صفر موسيقى السمكوكوان قاتر العائق وعرض أن تقديم القهوم على ثبابة جدًا لماذا Expert قائد قائق على كتار لإخلقها يجب أن يخلقها لا يوجد أكثر ومعنا من جد رئيس تحيير صحيفة عقاذ جميل ذيابي ومن المنامة الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجناد وأيضا من العاصمة الأمريكية واشنطن أستاذ علاقات الدولية دكتور عسام عبدالله ونذكركم مشاهدين أن بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر صفحاتنا على تويتر وفيسبوك وأبدأ من جدة معك أستاذ جميل هل فعلا قطر فقدت الصوابية والحنكة أو حتى الدبلوماسية في تعاطيها مع هذه الأزمة فبعد نحو 24 ساعة على خطاب الرئيس ترامب هي تزداد في العناد والتعنت وأيضا قلب الحقائق والوقائع طبعا قطر نعتقد أنه فقدت عقلها منذ عشرين عاما وليس جديدا أنه تفقد عقلها فقط قطر سلمت نفسها إلى جماعة مؤدلجة جماعة أخوانية تقوم على العنف والتطرف وأيضا بالإضافة إلى أنه حولت الدوحة إلى مستعمرة أخوانية واليوم تريد أن تحولها إلى محمية محمية إيرانية وتركية ولذلك هذا يدلل على أنه قطر تذهب بعيدا بتصرفاتها وتخبطاتها وأيضا عدم الاستماع إلى صوت العقل والمنطق من قبل سواء أشقائها في دول الخليج أو أيضا من واشنطن نعرف بأنه اليوم هناك جزء من هذه التخبطات في السياسة التي نلاحظها اليوم في جزيرتها أو أيضا من إعلامها سواء بالطريقة التي تمارس اليوم أو حتى أيضا الردود الواضحة من قبل السياسيين والمسؤولين في الدوحة تدلل على أنه عدم الانصياع لما يقال حول هذه السياسات وهذه التصرفات وهذه التناقضات وهذه التخبطات المفترض أن تفكر جيدا وتعود إلى منظومتها الخليجية وتعود أيضا إلى سماع العقل والمنطق وماذا يقال حول هذه السلوكيات القطرية كل ما تقوم به الدول الخليجية خصوصا شقيقاتها هو لتحسين سلوكها لا يمكن أن تستمر في الإضرار بمصالحهم ومصالح الإقليم ويمكن الصمت عنها أكثر مما يجب الصمت طال أكثر من 20 عاما اليوم يجب أن يكون هناك ردع هذا الردع يقوم بقطع العلاقاته ومن ثم الانطلاق في آليات مثل هذه القوائم التي أعلنت من قبل الإرهابيين الذين تحتضنهم الدوحة ونعرف التناقضات أيضا في الجانب السياسي والأجنح السياسية داخل قطر لذلك هذه الحماقات لا يمكن أن تستمر ولذلك خطاب الرئيس ترامب ليلة أمس يؤكد على ذلك ويؤكد أن واشنطن أيضا البيت الأبيض هو كذلك يقول ما تقول به الدول التي قاطعت الدوحة لأسباب متعددة أستاذ عبد الله هذه اللاحة التي ذكرها الأستاذ جميل كانت بمثابة فرصة ذهبية للدوحة للتراجع عن سياساتها وهي لم تنجح بالتقاطها وبالتراجع عن هذه المكابرة الدوحة تدرك مسألة واحدة أنها موجودة ضمن الحيز السياسي دوليا هو بقدر إسهامها في عملية استدامة عدم الاستغرار وتمويل هذه التنظيمات ومتى فغدت هذه الأدوات سوف تخرج من المعادلة السياسية في محصة في نهاية الأمر لذلك من المهم لقطر أن بعد كمل استثمار في هذه التنظيمات وفي كل هذه المسارح النزاع من الصعب بمكان أن نفترض أن قطر سوف تحاكي العقل وتتخلى عن أدوات القهر التي تميزها ضد الآخرين وتجعل منها قوة تتناسب وحجم الكبرياء لدى قطر بيكونها دولة كبيرة وهذا ما عبر عنه اليوم وزير خارجية في موسكو عندما قال من الخطأ مقاطعة أو عزل قطر وهي مركز الاستقرار في المنطقة كنا نتمنى من معالي وزير خارجية قطر أن يعرفنا بمدلولات أو ما هي أن تكون قطر مركز الاستقرار ليس الإقليمي إنما العربي وهي في نهايتها هي دولة مواطنيها لا تعدون 250 ألف اللافت دكتور عصام أن هذا الموقف القطري التي كانت ترفض الوصاية وتنادي بالاستقلالية ولكنها سرعان ما أغضبت الأشقاء بعد كل هذه المواقف ما أعلنه الرئيس ترامب بالأمس وارتمت في أحضان طهران يعني أنا أتصور هي لا تملك أن تخرج عن السياق الإقليمي لا سيما وأن الضامن الوحيد لقطر في علاقتها باللولايات المتحدة الأمريكية والضامن الأكبر والأكثر فاعلية هم جيرانها من العرب السنة وبالتالي هو نوع من الكبر الزائف لأنها لا تملك هذا القرار لا سيما وأن خطاب رئيس ترامب بالأمس وضع النقاط على الحروف بحيث أن أكد واحد على أن قطر متهمة وبلعب دور مشبوه سواء في تمويل الإرهاب أو في دعمه وبالتالي هو أكد ما زهبت إليه الدول المقاطعة من السعودية والإمارات ومصر وغيرها حتى بمجرد أن أعلنت عن القوائم لأن توجد لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية قوائم أكثر بكثير مما هو معروض ولكن كانت الفرصة متاحة زي ما تفضلت حضرتك والسادة الزملاء لكي تتراجع قطر أنا أتصور أن قطر مخطوفة بمعنى أنها في حال تغيبوبة سواء إعلاميا أو سياسيا وحتى تسترد وعيها كانت المقاطعة نوع من العلاج لقطر ومن قائمين على الحكم في قطر وليس عقابا لقطر قطر يجب أن تسترد وستسترد بأقصى سرعة لأن السياسة العالمية في توجهها الجديد يسير عكس الاتجاه الذي يريده المختطفين لقطر ودعني أقول لك هي الخمينية والقطبية الإخوانية لأن هذا المحور هو المحور الشرير الذي تحاربه الولايات المتحدة الأمريكية خطاب الرئيس سرامب كان واضحا في قمة الرياض بأن إيران عدو ويجب عزلها خطاب الرئيس سرامب كان واضحا بأن الاستراتيجية والهدف الأول لأمريكا هي محاربة الإرهاب أيضا تعينات ترامب الأخيرة والتي لم تفهمها قطر تعيين واحد على رأس الملف الإيراني في داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية وهو مايكل دادريان اليوم هو أهم شخصية هو الذي حارب بن لادن وهو الذي وضع خطة إسقاط عماد مغنية في دمشق عام 2008 وقد جاء من أجل هذا الحلف الشرير كما سماه الرئيس السيسي بتأدد هو الحلف الخميني القضي الذي يريد أن يسيطر على المنطقة والذي يختط في قطر الآن وعليه أن تعود أرجدها آخر نقطة سأقولها بالنسبة لقاعدة العديد لم يكن جزافا الرئيس ترامب بالأمس أن يكتمع وخلفه جنرالاته أو خلف هذا الاجتماع لأن قاعدة العديد ثبت في هذه الأزمة أنها قاعدة محايدة تماما وليست لخدمة المصالح القطرية وإنما لخدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أدرك القائمين على قطر ولأول مرة بالأمس أن هذه القاعدة لن تحميهم بل العكس إذا ثابت أن قطر ستلعب ضد المصالح الأمريكية مع الحلف الجديد الذي يمتد من طهران إلى الدوحة وصولا لأنقرة ومرورا بإدلب وبيروت وغزة فهي ستكون من الخاسرين لأن المسألة لم تعد تحتمل هذا العبس الذي يجري الآن بحجة أنها تحوي جماعات معارضة قطف تحمي جماعات إرهابية باعتراف الرئيس ترامب أستاذ جميل هل فعلا هذا التوصيف للدكتور عصام بأن قطر لا تملك أي سلطة وهي يجب التعامل معها كالرجل المريض في حال لم تتراجع عن هذه القارات وعن هذا التمويل للإرهاب الذي أشار إليه ترامب بالأمس بالتأكيد اليوم قطر دولة مريضة ويحاول جيرانها وأيضا أشقاءها يعني معالجتها وآخر الطب الكي لا يمكن الاستمرار بهذه الآلية التي تعمل بها قطر على مدى العقدين الماضيين المشكلة الآن أن القطر يعني أو الحكومة قطر تسمع صراخها يعني ولم يمضي أكثر من أسبوعين أصبح الآن يعني الصراخ واضح سواء على مستوى إعلامهم أو ما إلي ذلك قطر كانت على نفس المحور الإيراني مرورا ببغداد التي يسيطر عليه الإيرانيين إلى دمشق أيضا وتحالف مع إيران أيضا حماس وبالإضافة إلى حزب الله في لبنان كانت هي اللاعب الرئيسي في هذا الأمر هي التي تلعب على التناقضات تمد بيد وتقدم عمل بيد أخرى وتلعب على المتناقضات والتخبط في السياسات وتعتقد بأنها هي الصالح وهي القادرة على تغيير معادلة الإقليم هذا جنون جنون أكبر من قطر وأكبر من احتمال قطر حتى على الصمود في هذا الأمر قطر اليوم يجب أن تعود للوراء ورجالاتها وشعبها يجب أن يعرف أن الحقيقة اليوم تواجه قطر بصدق سواء من واشنطن أو سواء من دول الخليج أو أيضا من الدول العربية والإسلامية الأخرى لا يمكن ترك قطر بهذا الهذيان وهذا الارتهان الجنوني الذي تريد أن ترتهن شعبها بسياسات بسياسات مراهقة الوضع الآن ما يؤكد عليه بأن قطر مهما حاولت أن تبقي على جماعة الإخوان أو العناصر الإرهابية الموجودة لديها من جميع سواء من الإخوان أو من حزب الله أو تمد أيضا من رجلات داعش تستضيف في السابق أو تتماهى مع الخط الإيراني وكذلك التركي لا يمكن القبول بذلك هناك دولة ودول في المنطقة تريد أن تمنع التمويل والدعم وأي تحريض مستقبلي الإرهاب يضرب العالم والحرائق تمتد في الإقليم قطر لا يمكن أن تلعب بهذه الطريقة حان وقت إيقافها وهذا ما يتم الإشكالية الأخرى أنه لو تركت قطر بلا عزل من قبل أشقائها أو من قبل الدول الخليجية بهذه القرارات بالإضافة إلى مصر وبعض الدول العربية والإسلامية الأخرى قطر سيكون هناك عنف وعنف مضاد واستمرار في إرهاب سياكل الأخضر واليابس على مدى السنوات الماضية كانت تستخدم قطر التحريق والتمويل والدعم والتبرير والتأويل بالإضافة إلى تصدير وجوه تنافع ما يقوم به بالإضافة إلى الأشرطة والتي كانت تنشرها أو تبثها قناة الجزيرة الإشكالية كبيرة وقطر حتى اليوم لا تعرف يبدو ماذا تريد أن تقوم به لكن الأسلم هو أن يتكاتف شعبها بالإضافة إلى رجالات هو العقلاء في قطر وإلا سيكون القادم أكثر سوءا بالنسبة لقطر أستاذ جنيد هذا القادم الأكثر سوءا هل فقدت أي فرصة قطر وهذا الوقت الضائع بين الأزمة والمواقف مواقف العواصم الخليجية ومصر وفي الأمس موقف أوباما الصريح بشأن اتهام قطر وإدانة قطر بتمويل الإرهاب هل فعلا هي في مواجهة هذا المصير الصعب والمعقد بعد كلام ترامب أنه لا يتهاون مع من يمول الإرهاب أنا أعتقد جازما أو أنا جازم في عملية أن القيادة السياسية القطرية لا زالت ترفض القبول بأن ما تم الإعلان عنه في عملية قطر العلاقات مع قطر هو الخطوة الأولى في سياسة لها أهداف استراتيجية لن يتم التراجع عن عملية تنفيذ ما تبقى من تلك السياسة التي وضعت إلا في حين تحقيق كافة أهداف هذه السياسة والسياسة بكل معطيات ما تمثله قطر الآن من سياسات تمثل خطرا وتهديدا ماثلا وقائم لأمن للأمن القومي الخليجي أولا والعربي ثانيا والإسلامي ثالثا فلا يمكن الاستمرار بافتراض قطر أنها كونها دولة ذات سيادة أن تلتحف بهذه السيادة أو تستخدمه كدر لنأي بالنفس عن المساءلة السياسية والقانونية وللأسف ما كان يجب على قطر أن تفعله خلال الثمانية وربعين ساعة كان الآتي أولا كان من المفروض أن تستثمر الفترة الزمنية بين إيصال الرسالة الرسمية القطرية حينما طلبت التوسط من إدارة رئيس بوش إدارة رئيس ترامب إلى وزير الخارجية وإلى حين وقوف رئيس ترامب في حديقة البيت الأبيض واتهام قطر بشكل مباشر بوجوب إيقافها لعملية تمويل الإرهاب فورا لأنها غارقة في ذلك من أعلى قمة الهرم السياسي وهنا الإشارة التي قابت عن القراءة السياسية قطر بدل أن تستثمر الفترة الزمنية بين اللقاءين في الإدلاب بتصريح من الدوحة فضلت أن يكون التصريح مبهما من على لسان سفيرها في واشنطن من خلال جريدة الفانانشل تايمز وهذا ما أساء لدارة الأمريكية ثانيا حتى بقراءة التصريح الذي أدل به وزير الخارجية في مقابلته مع روسيا اليوم قال تحديدا نحن إلى الآن لا نفهم سبب أو مسببات هذا القرار بقطع العلاقات السياسية ولسنا ولا نعرف حتى الآن ما هي طلبات هذه الدول التي قاطعتنا سياسيا مع أن المملكة العربية السعودية الإمارات البحرين حددت تماما أن هناك مواثيق مكتوبة ووقع عليها أمير قطر الشيخ تميم حينها وقد أفسحت فترة زمنية منذ توليه عرش قطر إلى اليوم ليحاول تصحيح وتصويب كل السياسات السابقة في حق قطر الدولة وفي حق أشقاء قطر الخليجيين وفي حق أشقائه العرب والدول الإسلامية ولكن للأسف لم يتعظ الأمير تميم وهنا نحن الآن مجبرين وأنا شخصيا كنت أتمنى الآن أنا أتمنى علىنا على الهواء أتمنى أن تبادر أحد الدول الثلاث بتسريب هذه الوثائق للإعلام لكي تكون المثكاشفة واضحة ولكي يعلم الغطريون أو الغيادة الغطرية تحديدا أن ما دعاه الوزير وزير خارجيتها من موسكو هو تدليس على التاريخ والواقع دكتور عيسام في خطاب ترامب أمس أيضا وهذا المشهد مع عدد كبير من الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية أوحى بأن واشنطن هي القوة الوحيدة التي تستطيع أن تلجم هذا التفلط من العقاب وهذه الدولة التي تدعم وتبول الإرهاب هل يعني ذلك سقوط حجم دولة وعمال استخباراتي وتمويل منظمات في عدد كبير من الدول يعني أتصور الرئيس ترامب يذهب مع هذه الأزمة خطوة خطوة ولكن لديه الحل في جيبه وسيخرج به في الوقت المناسب ولكن دعني أقول لك أن ما يفعله الحكام في قطر هم من هو مغيب ومن هو يعني يتصرف ليس بإرادته الوعية لأن هذا التصريح الذي صدر الآن من وزير خارجية قطر في موسكو أنا أذكر فقط أستاذ المشاهدين بما قاله فيتالي تشوركين لوزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم في الأمم المتحدة بأنه إذا لم يحترم نفسه فسوف يزيل قطر من على الأرض ومن على خريطة العالم ولم يستطع حمد الجاسم وقتها أن يفتح بانتشافه وبالتالي اليوم هناك إرادة سياسية أقوى مما قاله فيتالي تشوركين ليس في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في العالم كله الذي يواجه الإرهاب قطر متهمة من الجميع بأنها بطرع الإرهاب وأنها أخطر الحلقات اليوم في رعاية الإرهاب ودعني أقول لك التصليح الذي قلت في السابق القضي الخميني لأن هناك مشروعين الآن في الشرق الأوسط قطر بعد أن فشل منها وتم انتهاء مشروع الربيع العربي والذي كان محاولة لتكرار الصورة العربية الكبرى في سنة 1916 وكانت وراءه قوة في أوروبا وتركيا وقطر وكل التنظيم العالمي الإخوان المسلمين قطر اليوم بتلعب ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وليس ضد المصالح العربية فقط أو الخليجية برعاية هذا الإرهاب الشرير بأن يصبح الصراع هو صراع ما بين الدول السنية والدول الشيعية السنية وليس كما يريد الرئيس ترامب الذي أوجد إيران كعدو رئيسي في هذه الحرب إلى جانب الإرهاب إذن قطر تعبس ضد المصالح الأمريكية ودعني أقول لك أمر آخر الرئيس ترامب توجه من قمة الرياض إلى النيتو ثم إلى مجموعة الصلع الكبار كانت تريزا مي لا تريد أن توقع على البند الخاص بالحرب على الإرهاب وهذا معلن وأكبرت من قبل الدول الست بأن الحرب ترامب جاد جدا في حرب على الإرهاب ولن يترك هذه المعركة وإنما سيخوضها بكل ما يملك تريزا مي أكبرت ثم أكبر المجتمعين في قمة الناتو على الوقوف دقيقة حداد بالنسبة 9-11 11 سبتمبر كانوا يريدون أن يقفوا فقط بالنسبة لجدار برلين وإنما أكبرهم أيضا إذن قابة العالم في الغرب يعلمون مدى جدية وصرامة وصدق هذا الرئيس كيف لا تفهم قطر هذا إلا إذا كانت مغيبة إلا إذا كانت مخطوفة وبالتالي هي لا تملك قرارها اليوم الخطوات تمشي كالآتي اليوم لم يعد وقتا للمد والجزر والمفاوضات وإنما إذا لم ترجع قطر مخطوفة وتفيق من غيبوبتها سيتم التضحية بالخاطف والمخطوف وهذا على مسؤوليات الشخصية لأن الوضع لم يعد يحتمل المعركة كبيرة ودخلت فيها أطراف كثيرة وقطر تسأل أولا وأخيرا عما أوصلت إليه المنطقة من أزمة أستاذ جميل هذه الشخصية الحاسمة والتي تججه إلى القرارات المصرية بعد كلام ترامب الأمس وبعد هذا التحليل لدكتور عصام هل يعني أن ترامب أعطى الأمر الحاسم بالهجوم والقضاء على أي دولة أو أي كيان يموّل إرهاب وهو بدأ مباشرة من قطر طبعا شوف خلينا وضح نقطة معينة ترامب جاد في عملية مكافحة ومواجهة الإرهاب وهذا لا جدال فيه بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والدول لل42 دولة التي أيضا أعضاء في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وهناك جدية من قبل الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب وقامت قرفة عمليات ومركز اعتدال وما إلى ذلك الإشكالية في قطر بأن قطر لا تزال إلى الآن واهمة أو تتوهم أو أنه ليس بيد الشيخ تميم أي قرار لأنه والد وفعلا لا يزال إلى الآن يدير الأمور من خلف الستار الإشكالية أنه الدلالة على سذاجة هذه السياسة اليوم في قطر يأتي ويتحدث عن التناقضات في حديث الرئيس ترامب ووزير الدفاع تيرسون بالإضافة إلى وزير الخارجية أو ما صدر عن البيت الأبيض ثم يخرج بيان حول هذا الأمر بأنه السياسة اللي كل ما صدر عن البيت الأبيض بالإضافة إلى الوزراء يتطابق مع ما يقوله الرئيس فيبحثون عن شغلات بسيطة جدا تدلل على مستوى هذا التفكير السطحي في العملية السياسية اليوم هناك جدية حقيقية سواء من هذه الدولة أكبر قوة في العالم قادرة على غدا يعني أن تتخذ إجراءات أكبر من ذلك حتى تجاه قطر اليوم الرسالة سياسية والدول الشقة قامت أيضا بعمل دبلوماسي تجاه قطر قطر علاقات ومحاصرتها برا وبحرا وجو في سبيل استعادة قطر المخطوفة إشكالية اليوم قطر أنه لا تفكر كيف فقط عزلها الموضوع لم يمضع عليه أكثر من أسبوع الآن لكن القادم سيكون مثل ما ذكرت في المرة الماضية أكثر وأكثر وأسوأ على قطر رئيس ترامب جاد في هذا الأمر المجتمع الغربي اليوم جاد في هذا الأمر ولاحظنا أيضا حتى في داخل بعض الدول الغربية اليوم يتحدثون عن الإرهاب بإجراءات وآليات وتعريفات جديدة وسينطلقون حتى على المستوى التقني وهناك تحالفات وأيضا تمرير معلومات أمنية واستخباراتية مع الدول المتضررة من الإرهاب كل الدول اليوم تشير إلى قطر وأدوار قطر لا يمكن قطر أن تبقى بهذه الطريقة تدير تدير سياسة وتعتقد أنها ستصبح دولة كبرى أو تنتفخ هذه هذا انتفاخ البالون يجب أن يتوقف سأتبع ويجب أن يكون هناك لدى السياسة القطرية مجددا نعم طبعا سأتبع هذا الهوار يعني رئيس تحرير صحيفة عقاد جميل أدوبياني من جدة من المنامة الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجناد ومن واشنطن أستاذ العلاقات الدولية دكتور عسام عبدالله ولكن بعد هذا الفاصل القصير أعود من جديد لمتابعة هذا الحوار مع ضيوفنا من جدة رئيس تحرير صحيفة تعقاد جميل ذيابي ومن المنامة الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجناد ومن واشنطن أستاذ العلاقات الدولية دكتور عسام عبدالله أستاذ الجناد هذه الفرصة التي منحها ترامب بالأمس لأدوحة في حال لم تلتقط هذه الفرصة هي ستغرق في العزلة وما بعد العزلة ربما مقاطعة وسقوط الدولة برمتها للأسف للأسف هناك ما هو أسوأ قانونيا وسياسيا قبل أخلاقيا لو عدنا بالتاريخ إلى 2014 وتحديدا في شهر مارس أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تغريرا موثغا ولا زال موجودا على صفحتها الرسمية لإدارة الرئيس أوباما حينها حددت فيه دولتين رائيتان للإرهاب وتنخرطان في دعم وتمويل وتوفير الدعم السياسي والإعلامي واللوجستي لتنظيمات رهابية أو تنظيمات تهدد أمن واستغرار هذه الدول تلكما الدولتين كانت إيران وللأسف قطر الدولة الوحيدة التي أتى ذكرها في ذلك التغرير وكانت بامتياز توصف بأنها الدولة الوحيدة والصديق الوحيد الذي قدم الكثير في محاربة ليس تمويل مصادر الإرهاب إنما حتى إطلاق مشاريع حقيقية في محاربة ثقافة الإرهاب تلك الدولة هي المملكة العربية السعودية التغرير موجود ولو حبة سكاي مستعد حتى لإرسال أعتقد من الواجب على الإعلام الانتباه والاهتمام بهذه التغرير لأننا في أحد الأيام سوف تكون على يعني المعضلة التي أمام أو القرار الحتمي الذي يجب أن تتخذه القيادة السياسية في قطر فورا هو معالجة هذا الوضع لأن تبعاته ليست سياسية فقط ما ألمح إليه الرئيس ترامب ليلة البارحة هو أنه الإنذار الأخير قبل أن تصنف قطر كدولة راعية وممولة للأرهاب حينها سوف يتعين حتما على مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات لازمة كذلك يحق لدول جوار ونحن لا نتكلم عن قطر وكأنها جزيرة في المحيط الهادي أو الإطلنطي قطر لصيقة بنا الحدود بيننا وبين قطر بحريا في أبطأ قارب وهي ساعة وبعض الدقائق بالسيارة حول ذلك نحن نتكلم عن أن ما هو موجود من هذه التنظيمات والسياسات تطلع بها قطر هو تهديد مباشر يلزمنا تهديد مباشر لأمننا القومي وعندما يتم التهديد مع كامل الإنذار وعرض كل هذه الحقاب وتحمل قطر لكل هذه السنين فأن يتحتم يحق قانونا لدول جوار القطري القيام باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي هذا مسألة تحديدا هذه النقطة التي يتحدث عنها على الأطر قانونا واخلانا هذا أهمية الأمن الخليجي وما تسعى قطر ربما لضربه بشكل مباشر ألم يدفع أيضا الدوحة إلى التقاط الفرصة التي منحتها يها دول الجوار والدول الخليجية مع مصر وهي بادرت إلى رش الملح على هذا الجرح الملتهب وبدلت الاتصال بأن رئيس الإيراني وأكدت على هذه العلاقات مع تهران والموقف محسوم من تهران كدولة داعمة للإرهاب دكتور عيسام السؤال الموجل تفضل نعم أسمعك جيدا بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية إيران في تقرير عام 2016 صنفت حسب وزارة الخارجية هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم وهذا التقرير دعني أقول لك كان لسفير دولة الأمارات العربية المتحدة في واشنطن العتيبة دور كبير في إصداره لأنه استطاع بمهارة شديدة مع صديقي فيليب جوردين وكنت أحد الحاضرين في تجميع كل ما يدين إيران واقتنع الرئيس أوباما واقتنع التوزارة الخارجية ربما هذا أقوله شهادة للتاريخ قبل مجيء الرئيس ترام إذن في نهاية عهد الرئيس أوباما كانت هناك خطوط معروفة من هي الدولة الداعمة للإرهاب وجود قاعدة العديد في قطر الآن هو تعتبر تعاملها الجيوسياسي مع إيران محرما وليس فقط مستبعدا لأن هذا ما أتحدث عنه بأنها مخطوفة وفي حالة غيبوبة لأنها لا تدرك الأبعاد أو المخاطر الجيوسياسية التي تجلبها على نفسها نعني أقول لك أنه في ظرف إسبوع واحد سقطت كل مساحيق التجميل عن قطر بمعنى أن وجهها الحقيقي ظهر أمام الإدارة الأمريكية وربما التأخير في خطاب الرئيس ترام كان مقصوداً وليس ارتباكاً حتى تظهر وجهها الحقيقي سواء في الاستعانة بتركيا الذي صارع البرلمان في التوقيع على اتفاقية وإصدارها سريعاً وهي لديها قاعدة فيها ستمائة جندي موجودة في القليج بجانب القواعد الأخرى الموجودة وهذا ضد رغبة واشنطن لأن الرئيس اردوغان كان هنا في واشنطن ويعني سمع ما لا يرضيه من الرئيس ترامب بل وجده بيسارع بتسليح الأكراب إذن أنت تستعين بتركيا وأنت تستعين بالعدو الأول لأمريكا اليوم وهي إيران وهي أيضاً عدو للدول العربية والخليجية السنية أنت دولة سنية مثلك مثلها نحن أشقاء ثم أنت تتصرف ضد كل هذه المعاني وضد كل هذه المعايير وتتصور أن المسألة متروكة لاستقلاليتك لا يا سيدي الفاضل أكبر الدول في العالم لا تدعي أنها مستقلة إلا في إطار القانون الدولي لا تستطيع أن تدعي أنها مستقلة لو كانت على حساب أمن الدول الأخرى وبالتالي هذه السقطة أظهرت حقيقة قطرة على شاشات الفضائيات بحيث أنهم لم يجدوا كلاماً يقولونه غير أن مصر هي التي تقف وراء هذا مصر الدولة العربية التي أسست الجامعة العربية وهي دولة سنية وأنت تستعين بإيران وتستعين بتركيا وهي دولة ليست عربية ولا إيران دولة العربية أستاذ جميل الديابي في حال لم تتراجع الإمارة الصغيرة عن أحلامها الكبيرة بدعم الإرهاب وهي لم تعيد تموضوعها في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط ولم تقفل هذه الأبواب والأبواق الداعية إلى التطرف ما هو المصير المحتم بعد موقف ترامب وبعد موقف العواصم الخليجية طبعاً قطر على مرة هذه السنوات كان المفترض بهذه الأموال التي توزعها وتبذرها على الجماعات الإرهابية وجماعات العنف والتطرف كان ممكن أن تخدم الإنسانية لكنها للأسف كانت تساهم في إزهاق الأنفسة البريئة للأسف بالتأكيد الأبعاد كثيرة جداً قانونياً وأيضاً سياسياً واقتصادياً ومنواحي أيضاً عدة على صعود عدة واحد أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليج لا يمكن أن تستمر في حال أن قطر استمرت في هذا الناج ووضع يدها مع إيران بالإضافة إلى هذه الجماعات والمحرضة والإرهابية الداعية للعنف والتطرف لا يمكن إلا أن تجمد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي حتى تعود إلى رشدها وتعتذر وتعلن منصها ثانياً المفترض من الدول العربية أن يقوم أيضاً جامعة الدول العربية بتجويد عضويتها في جامعة الدول العربية حتى هذه الدولة تتوقف عما تقوم به من إساءات وأعمال مسيئة للدول العربية والدول الإسلامية ثالثاً في منظمة رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي المفترض أن يفعل ذلك أيضاً بالخيار في الجانب الآخر المفترض في مجلس الأمن وكذلك في الأمم المتحدة طالما هناك الوثائق والأدلة الموجودة وما يدين قطر حول علاقاتها المشبوهة مع تلك الجماعات المتطرفة بالإضافة إلى علاقاتها مع إيران تخيل دولة تنضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية وفي نفس الوقت التحالف يحارب الحوثيين في سبيل إعادة الشرعية وهي بالجانب الآخر تدعم الحوثيين وتقدم لهم المال وأيضاً تسرب لهم الكثير مما لا يجوز في حالة الحرب ثانياً هذا الأمر لا بد أن مجلس الأمن الدولي بهذه الوثائق وهذه الأمور بالإضافة إلى الدعم من واشنطن بالتأكيد سيكون هناك عقوبات وحصار بالإضافة إلى أيضاً اعتبار قطر دولة مارقة في تصنيف على المجتمع الدولي وسوف تنضم إلى كتلة الشر مثل إيران وكوريا الشمالية وما إلى ذلك قطر لا تحتمل ذلك قطر دولة صغيرة جزيرة صغيرة عدد سكانها لا يتجاوز 200 ألف نسمة وعدد الأجانب في قطر حوالي 600 ألف نسمة لذلك قطر لا يمكن أن تقاوم حتى استمرار عملية الحصار البري والبحري والجو على قطر لا يمكن أن تحتمل أن تأتي باليوغورت من تركيا أو تذهب إلى إيران لجلب الفستق أنا أعتقد أن قطر في الأخير ستشعر بها والشعب القطري بدأنا أن نلاحظ ذلك بدأت الأصوات الوطنية داخل قطر بدأت تتحدث اليوم المصير بالنسبة لقطر مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة المصير قاتم أسود سيء بالنسبة لقطر على رجالات قطر الواعين العقلاء أن يتصرفوا سريعا وإلا عندما تصطر قرارات مستقبلية بحق قطر ستصبح حتى الطائرات لا يمكن أن تقلع من مطار الدوحة وحتى القاعدة العديد لا يمكن التدخل ولاحظنا ما قال الرئيس ترامب في هذا الشأن لذلك المستقبل سيء عليها أن تسارع بتصحيح وضعها هذا التصحيح ينطلق بمجموعة من الشروط والمطالب في حال البدء في تصحيحها ممكن تستعاد قطر وبإنصياعها للمطالب مجلس التعاون الخليدي بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وما يطلب من الأمم المتحدة وفق أنظمة واتفاقيات سابقة السيد عبدالله الجنيد هذه الزواجية التي تحدث عنها السيد جميل تحديدا هذه التبعات أيضا التي فرضتها التبعات القانونية لازدواجية التوقيع على إعلان الرياض الذي حصل هذا الاتفاق بعد القمم الخليجية الأمريكية والإسلامية الأمريكية والعربية الأمريكية في الرياض ما هي المفاعل القانونية على هذا التوقيع وعلى الازدواجية في دعم الجماعات الإرهابية وتمويل التطرف يا سيد الكريم يجب أن نعي تماما أن فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو الثلاثية أو السداسية مثل ما هو قائم في العلاقات بين دول مجلس تعاون هناك نقاط لنا نسميها ونوصفها بروتوكولية وبعضها سياسات قابلة للقراءة من قبل بعض الدول ولكن ما وقع عليه الأمير ثميم في الرياض هو ليس بروتوكولا إنما اتفاق ملزم يتعلق بمغتضيات أمن قومي خليجي لا مناص من الالتزام بهذا بما تعهد به أمام أشقائه الخليجيين ولا يحتاج أن يذهب إلى تركيا لطلب المدد بعد أن حوصر كما يصف الإعلام القطري وكأنهم حصار المسلمين من قبل القريش هذا الكلام أو عملية ابناء نوع من المظلومية البائسة التي حاول الإعلام القطري تصوير الوضع بما هو الشكل يعني الإشكالية ليست دبلوماسية نحن أمام واقع سياسي اختلف هناك أهداف استراتيجية هناك تعهدات مكتوبة والخناق على القيادة السياسية وأنا أفصل دائما بين ما هو قيادة سياسية قطري وقطر وعلى القيادة السياسية القطرية أن تحسم أمرها سريعا لأن الخناق لن يتسع بل سيضيق كل دقيقة وهناك نافذة فرصة كذلك هي تضيق مع مرور الأيام العزلة يمكن أن تشمل لاحقا جوانب أخرى فعندما تقوم الدول الخليجية المغاطعة بإيقاف التعامل بالرياء القطري واليوم صدر غرار بعملية تجميد الحساب بالرياء القطري وكل حسابات هذه الشخصيات في أي دولة من دول الخليج يوم أمس أمن الدولة الكويتي استدعى الشخصيات التي حددت في قامة 59 وعطفا على قرار الجمهورية التركية أو ما أعلنه فخامة الرئيس أردوغان بأن يدعو البرلمان التركي للتصويت بالإجماع على نشر قوات تركية في قطر فخامة الرئيس بصفة مواطن خليجي أريد أن أعبر عن موقفي من هذا وأستهجن هذه السياسة دول خليج العربي ليست مجموعة مطاعم في ساحة تقسيم ونحن نملك قوة عسكرية وإرادة سياسية تمثل مصالحنا وتحمي مواطنين دكتور عيسام هذه القراءة في الاتفاقيات الملزمة للدوحة ترامب تحدث أيضا من الرياض عن أهمية العمل الاستخباراتي للكشف عن الدول أو المنظمات التي تمول وترعى الإرهاب هل هذا الوقت الفاصل كان فرصة قطر التي لم تلتقتها وجاء الرد من ترامب وقبله من دول مجلس تعاون يعني هي أضاعة الفرصة نهائيا ولكن المقاطعة العربية حاولت بكل السبل أن تجعل قطر تسترد وعيها مرة أخرى وأن تكون هي الضامن لها على الولايات المتحدة الأمريكية دعني أقول لك على معلومة قد تكون على الهواء في عام 2013-2014 تم الإعلان على رجال الأعمال القطريين الحميقاني والنعيمي وغيره لاستطويلة بهذه الأسماء والأماكن والأرصدة ولمن مولوا في العراق وفي اليمن وفي سوريا ومن هو زعيم القاعدة الذي كان يأخذ هذه الأموال ويوزعه وما الأدوار التي لعبوها هذا كله مدرج عندنا في عام 2014 صدر قرار من الكونجرس يدين الدول التي طرع الإرهاب حتى لو كان مواطنوها يستصرفون من خلال جمعيات خيرية مثل ما كانت في سويسرا جمعية الكرامة أو على ما أتذكر شيء من هذا القبيل وكان لرجل أعمال قطري صدر هذا القانون وبالتالي وضعه للوقت المناسب اليوم بتصدر قوانين أخرى وستقدم إلى الكونجرس لمحاسبة الدول بمعنى أن ما تحدث عنه الرئيس ترامب وكان يتحدث عن تمويل الإرهاب هو يعني ما يقول ويعني أن الأموال القطرية موجودة في أين ويعرف كيف ستضع اليد على هذه الأموال وفي أي مكان في العالم مع صدور هذه القوانين إذن المسألة ليست فقط الاتفاقيات السنائية وليست فقط قمم الرياض مثل ما يقول لوزير خليجاتها اليوم إحنا فوجئنا لماذا لم يطلبوا مننا يا أخي إدارة أوباما وأنا شاهد من سنة 2013 و14 قالت كفوا عن هذا قطر مدانة وقد أكد هذه الإدانة الرئيس ترامب بالأمس اتنين قاعدة العديد قاعدة محايدة وقد كشفت هذه الأزمة دعني أقول لك بكل وضوح الوهم التي كان يعيشها وحكام قطر فأن هذه القاعدة ستحميهم هذه القاعدة لحماية المصالح العليا لولايات المتحدة الأمريكية وليست لحماية نظام من هذه العنظمة اتنين أو ثلاثة أو أربعة وجود هذه القاعدة لم تزول ربما يزول النظام ربما تزول السياسات ربما تزول البلد ولكن هذه القاعدة موجودة لحماية أمن العالم وأمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية إذن أي كلام بعد هذا أن تلعب قطر الدور الذي كانت تلعبه في السابق وصيط مع جماعات الإرهابية أو تمويلها أو إيجاد ملازات أمنها لم يعد لهذا الدور وجود عليها أن تبدأ في الدور الجديد وسط قمة الرياض وسط أشقاها وليس ضده النهج الحاسم الذي أشار إليه ترامب بالأمس ضد تمويل التطرف وأشار على الدائل تشير إلى قطر هل سيكون هذا وقت مستقطع قبل الحسم النهاي وبداية إسقاط الدولة أبدأ معك أستاذ جميل يعني هذا السؤال موحد دقيقة واحدة من فضلكم أولا من المؤكد بس على نقطة جديدة أتمنى من الشيخ تميم أن يتذكر دائما بأنه اليوم هو المعني والمسؤول أمام العالم لا عزم بشارة ولا الشيخ حمد ولا حمد بن جاسم هؤلاء سينقذوها اليوم ربما يحاكمون لاحقا الأخطاء التي ترتكب بحق قطر بحق الشعب القطري أولا ثم بحق الإقليم وبحق الإنسانية من قبل هذه المغامر القطرية الغير محسوبة أعتقد أتمنى لا تكون محسوبة نهايتها سوداء ولذلك علي أن يسارع بأسرع ما يمكن ينهى هذه المعضلة واستعادة قطر كدولة من بين الدول الخليجية التي تنصاع للقرارات الدولية وتحافظ على الأمن والسلام في الإقليم أستاذ عبد الله أهمية هذا الدعم الأمريكي لهذا الموقف الحاسم لدول الخليج بالتأكيد أن القرار الأمريكي بني على موقف واضح نتيجة السياسات واضحة وإرادة سياسية واضحة ما نتمنى لقطر هو الاستقرار بكل صوره سياسيا تنمويا واجتماعيا ولكن يجب أن تفهم القيادة السياسية في قطر أن لا مفاضلة بين أمن واستقرار 200 ألف مواطن قطري مغارنة بأكثر من 33 مليون خليجي دكتور عصام أهمية هذا الدعم المطلق للمواقف الخليجية ولقطع يد الإرهاب والدول الممولة وفي طالعاتها قطر دعم مطلق لمصر دعم مطلق للسعودية لدولة الإمارات للمجتمعين في قمة الرياض من يدعم قطر عند الإدارة الأمريكية وإدارة دونالد ترامب تحديدا هم أعضاء هذه القمة الذين وقعوا وليس أي قوة إقليمية أخرى ولا الذين لم يحضروا وتهربوا من هذه القمة أو المعنيين بيها والذين اليوم تصطدفهم عندها قطر في تحدي للإدارة الأمريكية وليس لإخوتها من الأشقاء العرب أو الخليجيين من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عصام عبدالله ومن المنامة الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد وأيضا من جدة في السعودية رئيس تحير صحيفة عقاد جميل أذيابي شكرا جزيلا لكم في هذه التغطية المباشرة لمصير الدوحة بعد مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب